وصل اليوم ملاحدة المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة أموس هوكستن إلى بيروت لمواصلة البحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني الذي يشكل نقطة خلاف استوجبت إطلاق تهديدات من حزب الله وتهديدات مضادة من تل أبيب وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن التوصل إلى حل بشان الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على حد تعبيرها أمر ممكن بالتفاوض والدبلوماسية ونقلت روي ترز عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله أن المبعوث الأمريكي سيعرض اقتراحا إسرائيليا جديدا يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل على حد تعبيره قال المسؤول الصهيوني أنه إذا تم التوصل إلى الاتفاق فسوف يتمكن اللبنانيون من القيام ببعض التنقيب هناك بدأ هوكستن جولته بلقاء المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ووزير الطاقة على أن يلتقي غداً الاثنين برئيس الجمهورية ميشيل عاون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ويعود تاريخ النزاع على ترسيم الحدود البحرية بين الكيان الصهيوني بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي اللبنانية إلى أكثر من عشرة أعوام شهدت كثيراً من التوترات وتبادل التهديدات وكذلك الوساطات اشتركوا في القناة